السابع عشر من نيسان يوم اختاره الفلسطينيون للاحتفال بيوم الأسير وإعلاء الصوت تضامنا مع الأسرة وتذكير العالم بوجود نحو خمسة ألاف معتقل فلسطيني يرزحون في زنازين الاحتلال وكما في الأراضي المحتلة كذلك في الشتات حيث أحيى الفلسطينيون الذكرى واستحتجاجات شعبية وتهديد المعتقلين الإداريين بالإضراب عن الطعام بسبب مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في توجيه التهم إليهم وإحالتهم إلى المحاكم وللغاية غصت قاعة الشهيد ياسر عرفات في سفارة دولة فلسطين في لبنان بالمشاركين وأكد السفير الفلسطيني أشرف دبور أن اتفاقيات جناف الأربع التي انضمت إليها دولة فلسطين أخيرا ستثبت مرجعية القانون الدولي ومحاسبة العدو المحتل الذي يعشق إراقة الدماء أصران البواسل أبناء الشعب المحافظ على هويته الوطنية وعزته وكرمته ولم يركع سوى لله بصبركم وتباتكم وقر هذا اليوم يوما عالميا للتضامن معكم مع فلسطين وللمناسبة نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي شارك فيه عدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية والفلسطينية وأبناء المخيمات في لبنان وكانت كلمات شددت على ضرورة مؤازرة الأسرة في تحركاتهم ترجمة نانسي قنقر